دكتور علي مبدئيا لازم أبارك لحضرتك على جائزة النيل الله يبارك فيك فيه أكيد ما شاء الله عدد من الجوائز من التكريمات ولكن أعتقد جائزة النيل من أسبوع ولا تقريبا أسبوع أيام قليلة أعتقد لها مكانة خاصة عند خضرتك طبعا أولا هي أعلى يعني وسام أو شهادة تكريم أعلى جائزة دولة في مجال العلوم الاجتماعي هي تعبير عن تقدير الدولة الجماعة الثقافية أعضاء المجلس الأعلى للثقافة تقدرهم لعطاء شخص ما على مسيرة حياة زادت عن نصف قرن من العطاء والبحث العلمي والكتابة والعمل العام سواء في مجال الرسمي أو في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني بتعطيك شعور من ناحية عمر بالبهجة بالبهجة بالفرحة طبعا الإنسان يحب أن يشعر بتقدير الناس له بكل طواضع طبعا النحية تانية بتعطيك رهبة ومسؤولية أن عليك أن تستمر في طريقك طالما بقى في العمر بقية تعيش وأن أنت تستمر في أعطائك ونقل خبرتك وما تعلمته سواء نظريا أو عمليا إلى الأجيال القادمة رزيم رزيم طيب دكتور علي هل في وقت من الأوقات حضرتك قلت أو راود حضرتك إحساس بأن التكريم تأخر أن يتم تكريم دكتور علي الدين هلال الأستاذ الجامعي المفكر السياسي العلامة في مجال العلوم السياسية أن يتم تكريمه والاحتفاء به حضرتك ما حستش أن هذا التكريم قد تأخر لبعض الوقت والله لا يعني عايز أقول لحضرتك إيه أنا رشحت لنفس هذه الجائزة من عامين يعني في عام 21 وكانت اللجنة اللجنة اللي هي بت تختار الشخصين اختار الشخصين قويين جدا السفير العظيم عبدالرقوف الريدي وأنا طبعا طبعا لما دا تعرض للتصويت على المجلس الأعلى الثقافة انقسم المجلس وانقسمها بحق أكيد في النهاية في هذا العام حجبة الجلسة حجبة الجائزة ما بين حضرتك وسعد سفير عبدالرقوف الريدي على المين كبار لا يجوز مناصفة هذه الجلسة لا يجوز مناصفة هذه الجلسة فيعني أنا فاكر سيدة ابريم عبدالرقوف المجيد المبدأ يعني كان يقول إيه الجوائز دي اسمه نصيب يعني أنت حاجة يعني ربنا كتبهاي لك حتجي لك سنة كذا أو شيء من الزقافي الإنسان بيشعر بالتقدير من طلبته من المجتمع حواليه يعني من علاقته بالناس من الطلبة بيشرف عليهم رسائل الماجستير والدكتورة أكيد فصحيح تكريم عن تكريم يفترق فإنما في نهاية الأمر أنا يعني الحتة دي فيه نوع من الرضا عظيم والشيء اللي مكتوب لك حيجي لك في الوقت المنش عظيم طيب هو دا القير عظيم طبعا يا دكتور طبعا دا إيمان بالله وثقة بالله وثقة بالنفس أكيد بره White بحاجة تكريم بحاجة تكريم بحاجة تكريم ديا somethin نحن بلا بحاجة تكريم